اهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اسهم والاتجاهات معكم انا صفة رجب وما عبر الهاتف السيد احمد الكحكي الخبير باسواق المال ارحبك بداية سيد كحكي اهلا بك وكما عودناكم مستمعين نتابع في برنامجنا تحليلا لاداء الاسهم التي ترسلونها لنا عبر البريد الالكتروني لكن دعني ابدأ معك بداية سيد كحكي مع اول سهم معنا وهو مدينة ناصر للاسكان اليوم وجدنا السهم على تراجعات على رغم من الاعلان عن الزيادة في ارباح السهم المجمع خلال 2014 ب16% يعني كيف رأيت اداء هذا السهم وما هي توقعاتك لادائه على المدى القريب السهم واضح عليه ضعف شوية لتجاه الصعيد اللي هو مستمر من شهر 12 لغاية تلوقتي تابع يضعف شوية ممكن نشوف فيه جاني ارباح بسيط ممكن نشوف ال34 او ال34 تاني وبعد كده ان شاء الله نعود الصعود ان شاء الله فيعني التريدة حتى اللي هي فيه اللي هي فيها اللي هي فيها اللي هي فيها على 36 ونصف ما افتكرش ان هو ممكن يقدر يعني يعمل تريدة كويسة او تريدة مكحة فانما اللي معهوش السهم وممكن عنده دعم كويس جدا عند ال33 ممكن يحاول ان هو يشري عند السابق ان شاء الله نعم يعني اذا تنصح المستثمرين يعني بهذا السهم باشراء اه فاندم بس نشوف دلوقتي يعني في التاريخة ان شاء الله عند السابق اللي ممكن يكون عند التعم الاولي اللي هو 33 ان شاء الله يعني ممكن نستعم ينزل شوية من 36 ونص اللي هو افر عليها او 36 تغاية 33 ممكن نشتري عند 33 إنما تريدة بيع ونرجع نشتري تحت اهل شوية مش مضمونة والشيرة دلوقتي حييرقى بنشتري تتعرض عليها شوية فنستعنا شوية لغاية السابق من ما ينزل شوية لغاية 32 ونستجي نشتري ان شاء الله نعم طيب اذا انتقلنا للسهم الثاني معنا وهو سهم جنوب الوادي للإسمنتة رأينا السهم اليوم على تراجعات ايضا يعني كيف تحلل لنا اداء هذا السهم وبماذا تنصح المستثمرين فيه اه هو السهم جنوب الوادي اه ماشي باتجاه عرضي ما بين ال 47 وبين ال 96 اه الاتجاه ده مستمرت حوالي شهرين اه يعني اه لو قصر ال 47 ممكن ننصح الناس نشتري نشتري ان شاء الله وغير كنا لا امس نشتري دلوقتي حنستنى قصر ال 47 طبعا لو قصر ال 96 ممكن الناس تحصلوا في اوتيبية لانه ممكن السهم ينزل غير ال 26 فالسهم ال 6 ساعة اه وقف في الخصوص الى تحت ال 96 ولو هنشتري يبقى نشتري فوق ال 47 لو هو قصر ان شاء الله بحجم الوادي المرتفع نعم السهم الثالث معنا وهو نيو داب ايضا على تراجعات بعد الاعلان عن نتائج الشركة وتكبدها 248 الف جنيه خسائر في 2014 كيف تحلل لنا اداء هذا السهم خلال جلسة اليوم وكذلك رؤيتك لادائه على المدى القريب هو مشكلا سهم شامل سايد نيو داب في التجاه هوبط طويل للغاية يعني هو افضل المفروض الناس ماتفكرش انه يشتري في دلوقتي هو دلوقتي بيحاول انه غاية فردام اللي هو التسع جنيه لو كصر يمكن ينزل غاية 8 جنيه وبعد كده 17 الاسد السوبروس بتاعنا 9 جنيه وهو قفل تحتيها فروسيبا نفكر انه احنا نقرج او السوبروس منه إنه على المدى الطويل هو اتجاهه وغابط لسه حتى ما أقلقش اتجاهه للأتجاه العربي عشان نقدر نفكر مثلا إنه عنده مقاومة نبتدي نشتري عند علاقة اتجاهه وغابط فيفضل لو هو قصر التسعي دي اللي مع السام إنه هو يبيع وما يفكرش في دلوقتي واللي عايز يشتري لأباليش منه دلوقتي خارج نعم السام الرابع معنا هو الوحيد في هذه الحلقة على الارتفاعات هو سهم العرفة بماذا تحدثنا عن أداء هذا السهم هو الارتفاع بتاعه بسيط يعني هو بقاله فترة مثلا أسبوع أو أكتر في اتجاه ساعد بس لسه برضو ما أخدش اتجاه سعودي على المدى المتوسط أو المدى الطويل فيفضل اللي مع السام إنه هو يخفل شوي على السبعة عشر لأنه ممكن احتمال السام إنه هو ينزل لـ 15 سنة أو 14 سنة يعني اتجاهنا اليومين دول يفضل إن إحنا تخفيص مناكز لغاية لما نشوفها سحنقدر نكسر مقاومات في الأسهم ولا لا نعم يتبقى لنا سهم أخير وسهم الجيزة العامة للمقاولات كيف ترى أداء هذا السهم وما هي توقعاتك أو كراءتك المستقبلية لأدائه على المدى القريب ثاني كيف عنده مقاومة قوية شوية عند الـ 46.5 هو ناشي ما بين الـ 46.5 وما بين الـ 95.85 في الاتجاه العربي ذاته ما إحنا فيه خلاص ممكن نستحتفظ بيه إنما لو قسرنا الـ 85.80 يفضل إحنا نعمل كاني أرباحا ونخرج منه لأنه ممكن ينزل بعد كده أرباحا عند الـ 35. فيفضل إن إحنا لو قسر الـ 85.80 نخفص منه شوية لو قسر ساعتها الـ 46 أو الـ 6.6 مقاومة جديدة جدا فلو قسر يبقى ننصح بالشيء إن شاء الله غير كده لا مش ننصح بالشيء دلوقتي هنستنى بس إما نكسر الـ 85 ونخرج إما نستنى نحتفظ اللي مع السهم لو قسر الـ 56.50 يفضل شوية أو إن هو إن شاء الله يحتفظ بيه ويكمل بإذن الله نعم في ناية حديثي معك أشكرك سيد أحمد الكحكي الخبير بأسواق المال كنت ضيفا معنا على راديو مباشر شكرا لك وبهذا نصل مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أسهم وتجاهات كنت معكم أنا صفى رجاب ولمزيد من تحليل الأسهم أرسلوا لنا أسهمكم المفضلة على راديوات مباشر.info ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني مباشر.info وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى